السلام عليكم ورحمة الله أنا من اليمن اسمها كذا ماشي ما يهمناشي الاسم الله يكرمك أسأل فلت الشيخ خليجوز لي ألا أمسح أذني عند الوضوء علما بأني أعاني من ألم ومنعاني الطبيب من إدخال الماء لها فهل وضوء جائز إذا لم أمسح هنتبه أولا كلمة المسح لا تعني الغسل الغسل شيء والمسح شيء آخر المسح هو اسمه مسح هبلي إيدي مية وامسح بليت إيدي مية بصباعي عملت كده ده اسمه لإيه ده اسمه المسح غير الغسل هاخد مية واغسل وشي هاخد مية واغسل أذني أموية تخشي وداني هعمل ده في الغسل هعمل ده وأنا باغتصل من جنابة والمرأة بتغتصل من حيد باغتصل للجمعة ده في الغسل أما في الوضوء مسح أهو بليت إيدي مية نفطها مشي تاكده أهي بس فده لا يؤثر هفترض ده كمان هيؤثر مسح الأذنين سنة إجماعا تبهي يا أخت الله يبارك فيك مسح الأذنين سنة بإجماع الأمة وما دام الأمر كذلك فلك أن تترك المسحة بإطلاق يعني حتى لو أختنا مش مريضة ولابسة طرحتها إحنا بنيجي في مسح الراس وهي بتتوضى في حمام عام ولا بتاع بتزيح الطرحة كده زي وتروح مسح الشعرتين وترجعها تاني أو تكمل على الطرحة من فوق زي ما أنا عملت على العمامة كده بالضبط والنبي كان بعمل على العمامة كده كان يزيح العمامة على قد أسبوعين كده المنطقة دي حتى لو ما فيش شعر زي عندي عمل مكانهم وكمل على العمامة أو نكمل البستة على الحجاب طب الودنين يا مولانا متغطيين بتوع السيدة تعمل ايه تفكر الحجاب لا لأن مسح الأذنين سنة وفعل السنة فيه ثواب وتركه لا يؤثر على صحة الوضوء ولا يؤثر على صحة العمل وبالتالي أخت الكريمة ليس بالضرورة أنك تمسح الأذنين لأن مسح الأذنين سنة ولا شيء عليك في تركهما أو في ترك مسحيهما والله أعلم